في تعقيب له خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمدينة السادس من أكتوبر أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن حجم الإنجازات المنفذة خلال السنوات الماضية حلم كان شبه مستحيل ويستحق التقدير ويستحق أن يتم تسجيله للتاريخ في هذا الإطار أشاد مدبولي بقدرات الدولة وعزيمة مؤسساتها على تحقيق ذلك الحلم في وقت قياسي يعني الحياة اللي بتعرض الجهد اللي بتعرض من حجم الطرق والمرافق اللي تعمل يعني أنا عايز بس الدكتور عاصم قال رقم عرضاً قاله لما وعملنا مخطط القاهرة في 2010 فندم وكان معنا الخبراء اليابانيين تعجك الرجل بتاع جايكا أنا كان فريق عمل من المخططين والخبراء قال لي كلمة أنا كنا مع الدكتور عاصم كنا مع بعض قد لي أنا كشخص بقول لك أنا ما يعني أنا كبني آدم يعني مش ححب أن أنا أكون في عجوم موجود في هذه المدينة في الفترة من 20 ل30 قالوا ليه قد لي بالمعاقلات اللي موجودة وشبكة الطرق القائمة انتو حتبقوا مدينة ميتة دكتور عاصم قال يعني العربية بتتحرك لا تتجاوز سرعتها من 18 كيلو وقال ما فيش حال وقال يعني كل الحلول اللي حتتعمل يعني عايزة مئات المليارات وقال كده كلمة بقدرات الدولة اللي موجودة أنا معرفش إذا كانت مصر ستكون قادرة على تنفيذ هذه الحزمة من المشروعات الكلام ده إمتى؟ 2010 أنا بس حابة بتوقف قدامنا كلنا على الحمد اللي إحنا بنفتتحه النهاردة وبمسافة بعيدة قوي عن 20-30 في فترة زمنية وقياسية نفذنا اللي هو قال لنا دي مشروعات أحلام لمدة 20 سنة ترجمة نانسي قنقر